طيب اسمح لنا هنا معي الوزير من خلال حديث حضرتك نأخذ عنوان تاني نأخذ عنوان آخر نتحدث فيه العنوان يقول بأننا تستعد المرأة اليوم والشباب لانتخابات برلمانية جديدة وتمثيل نيابي بإذن الله جديد في هذا الاستعداد حضرتك تكلمت على أنه سن الشباب نتكلم من 25 إلى 35 فإذا نحن أمام شباب خريجي حديث الخريج من الجماعات شباب أكيد تم دعمه قبل أن يأخذ العملية الانتخابية هل أقدر أقول بأنه دور للجماعات دور للهيئات والمؤسسات الموجودة في الأردن لدعم المرأة إذا كانت تعمل ودور للجماعات أيضا لدعم الشباب علشان إذا كان الشاب حيدخل 25 سنة فلازم يكون مجهز من قبل هل ده تم بالفعل في السنوات المرأة؟ نعم شكرا على هذا السؤال الحقيقة نحن في الأردن ليس لأول مرة نضع بتشريعاتنا وقوانينا دور للشباب والمرأة لكن في العمل السياسي المجلس النواب هي الأوسع مرة فيما يتعلق بالشباب والمرأة في هذه الدورة الانتخابية كان لدينا احنا في قوانين على سبيل المثال البلديات وهي الإدارات المحلية عمر الترشح فيها هو 25 سنة وشاهدنا في السنوات السابقة وصول الشباب ومتميزين في العمل العام أنا أحب أني أحكي في موضوع أنه يمكن الناس تعتقد أنه الشباب ما عندهم هذه الخبرة أو تلك الخبرة الأمور لا تقاس هكذا إحنا سنشهد في المجلس النيابي في الأردن المجلس النيابي القادم مجلس قائم على الكتل والأحزاب البرامجية فمن الجميل جدا أنه هذه الكتلة في مجلس النواب لما تكون مجموعة من النواب مشكلة كتلة أو تشكل كتلة من الرائع جدا أن يكون فيها حكمة وخبرة الكبار مع نشاط وحماس وعلم الشباب هذه التمازج بين هذول الفئتين تطلع دائما نتائج كثير منتازة الحمد لله إحنا في الأردن الحمد لله موضوع الشباب يعني الشباب الأردني متفاعل مثل ما ذكرنا في العمل العام لكن يمكن مش بالعمل السياسي انخراطوا مكان ذلك التفاعل المباشر من خلال الترشح كانوا يروحوا يصوتوا يتفاعلوا مع أحزابهم مع مرشحينهم في دوائرهم المحلية لكن هذه المرة إحنا شجعناهم على أن يقوموا هم أنفسهم بالذهاب والترشح للانتخابات ترجمة نانسي قنقر